موسيقى موسيقى جولة صحفية جديدة مع أبرز ما تلعطن به الصحف المحلية والعربية والعالمية صدر صباح اليوم أهلا بكم نبدأ جولتنا بصحيفة الجمهورية ونطالع منها أول رئيس غير أوروبي يتحدث بالجلسة الرئيسية لمؤتمر ميونيخ أسيسي يطرح رؤية مصر للحل أزمات المنطقة وزير الإسكان اجتمع مع قيارات المجتمعات العمرانية وبدأ جولته الميدانية بالقاهرة الجديدة الاتفاق الدائم على المدن الجديدة حل مشكلة المستثمرين وصيانة المشروعات الإحصاء تراجع البطالة إلى 8.9% ومن جانبها كتبت صحيفة الأخبار وزير الدفاع تفقد الأنشطة التعليمية بالكلية الجوية ويلتقي الطلبة وأعضاء هيئة التدريس وزير الإسكان يبدأ نشاطه بجولة على مشروعات الطرق والصرف الحكومة إزالة التعديات على البحيرات بشكل فوري وإنشاء كيان لتطويرها رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي روسيا أشادت بالتأمين واكتزنت تفتيشات بنجاح أما صحيفة الأهرام فجاءت أبرز عنوينها كتالي وزير الدفاع يشيد بدور أبطال ومقاتل القوات الجوية في تأمين وحماية حدود الدولة رئيس الوزراء يطالب بوضع خطة لمضاعفة الصدرات إلى مختلف دول العالم وزير التعليم، مسؤولية الوزارة، تأمين امتحانات التابلت وشائعات كلام فارغ ومضلل بالتزامن مع رئاساتها اتحاد القارة مصر تدعو الشركاء الأفارقة للمشاركة في إسبوع القاهرة للمياه الذي تبدأ فعاليته العشرين من أكتوبر المقبل ومن صحيفة الشروق نطالع رئيس السيسي يشارك في أعمال مؤتمر ميونيخ للسياسات الأمنية وزارة الأوقاف تنظم قوافل دعوية لشباب العلماء في أربع محافظات وزير الأوقاف يطالب بعدم التهون مع الجماعات الإرهابية التعليم غلق باب التقديم في مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين غدا الأثار متمسكون بحقنا في الاطلاع على مستندات ملكية سكوتلندا لحجاري خوفو أما صحيفة اليوم السابع فكتبت في عنوينها المدريات التعليمية تتسلم الأعداد المطلوبة من التابلت التعليم انتهاء توزيع الجهاز على المحافظات وتؤكد قبل نهاية الشهر يكون الطلاب مستعدون للمتحان الإلكترونية وزارة الزراعة تضع إجراءات مشددة لزيادة الصادرات وتصدي لشركات المخالفة الأرصاد اليوم تقسم بارد على كافة الأنحاء والصغرى بالقاهرة 11 درجة للصحف العربية والبداية من صحيفة عمان اليوم التي كتبت الرئاسة الفلسطينية حال القاضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية مفتاح استقرار الشرق الأوسط رامي الحمد الله القدس ليست للبيع أو المقايدة تحالف دعم الشرعية مستعد لإعادة الانتشار في الحديدة وفقاً لاتفاقية ستوكهولم والأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن إلى صحيفة الشرق الأوسط ومنها نقرأ في الذكرى 14 لاغتيال والده سعد الحريري نحن حراس اتفاق الطائف 2019 عام العدالة ولبنان ليس تابعاً لأي محور رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج يقيل رئيس أركان الجيش الليبي وقيادة القوات الأمريكية العاملة في إفريقيا تنفي شن غارة جوية ضد تنظيم القاعدة قرب مدينة أوباري ننتقل إلى صحيفة البعين الإماراتية ونتابع منها اللجنة الرباعية حول اليمن إيران تطيل أمد الأزمة وتعرقد الجهود الأممية لتطبيق اتفاق الحديدة غارة للتحالف دعم لمقاومة القبائل ضد ميليشيا الحثي في محافظتي عمران وحجة داعش يتحصن بالأنفاق ويلجأ إلى المفاخخات والهجمات الانتحارية شرق سوريا إسرائيل تقرع طبول الحرب على غزة وترفض زيارة ممثل مجلس الأمن الدولية إلى الأراضي المحتلة نرصد من صحيفة الخليج الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في الصعادة ويعطر على ثلاثة مخاز لذخائر للحثيين 65 منظمة دولية تطالب الأمم المتحدة بإنشاء مركز إنساني في مأرب لتوفير الاحتياجات الضرورية لنزحين بعد احتدام المعارك ضد تنظيم داعش الإرهابي 20 ألف جندي عراقية يتأهبون لتأمين الحدود مع سوريا واستسلام العشرات من مقاتل تنظيم المحاصرين شرق الفرات ومن أبرز عنوين صحيفة الغد الأردنية الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن الأسوأ بالعالم 80% من اليمنيين بحاجة للمساعدة السلطة الفلسطينية تتهم واشنطن بتطبيع الاحتلال الإسرائيلي من خلال مؤتمر وارسو ميليشيا سوريا ديمقراطية داعش أصبح محاصرا في كيلو متر مربع شرق البلاد أردوغان الضبابية لا تزال تخيم على انسحاب القوات الأمريكية من سوريا إلى الصحف العالمية ونبدأ بصحيفة اندبندنت البريطانية واشنطن وموسكو تتسرعان على النفوذ في الشرق الأوسط مثل ما كان الحال قبل الحربين العالميتين في مؤتمرين متنفسين في وارسو وسوتي الرؤوس يتعدون للأسوأ بينما تعتزم الولايات المتحدة فرض حزمة جديدة من العقوبات بعد موافقة الكونغرس من صحيفة فينانشل تايمز نطالع سيطرة رئيسة الوزراء البريطانية الرزمية على حزبها مهددة بعد الإهنة التي تلقتها وفشلها في الحصول على دعم مجلس العموم لخطتها المعدلة للانفصال عن الاتحاد الأوروبي أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم الصين والولايات المتحدة تحزان تقدما ضئيلا في المحادثات التجارية بينهما استعيان الوصول لاتفاق لحل نزاع التجارين قبل انتهاء الهدنة في الأول من مارس ومن صحيفة تايمز البريطانية نقرأ خلال قيمة سوتي إردوغان يتحدى بوتين وروحاني حول خططه لمهاجمة القوات الكردية في شمال سوريا مؤكدا على أن بلاده ستمضي قدوا في إنشاء منطاقة آمنة رغم إصرار روسيا على ضرورة موافقة الأسد في تحدي العقوبات الدولية كوريا الشمالية تستخدم الغاز والوقود السائل المصنوع من الفحم للتغلب على العقوبات المفروضة عليها بسبب برنامجها الصاروخي النووي نتحول إلى صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية التي كتبت مجلس النواب الأمريكي يقروا مشروع قانون لانفاق 333 مليار دولار لأمن الحدود تفاديا لإغلاق حكومي آخر والبيت الأبيض يقول أن ترامب قد يعلن حالة الطوارئ لتمويل بناء الجدار الحدودي مع المكسيك الرئيس الفنزولي نيكولاس مادورو دعا المبعوث الأمريكية لزيارة فنزولا بعد أن كشف عن محادثات سرية بين وزير خارجيته والمسؤول الأمريكي في نيويورك وصلنا إلى نهاية هذه الجولة الصحفية شكرا لحسن المتابعة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر